اشتركوا في القناة ونبقى دائماً مع مادة الفرائد ونتقل إلى الكلام عن درس جديد هو الورطة بالأخوة الحصة الثالثة الأخت أحوال ميرات الأخت الشقيقة والأخت للآب بالنسبة لهدف هذا الدرس سنتعرف فيه عن ميرات الأخت الشقيقة وكذلك ميرات الأخت للآب ونتعرف عن الفرق بين أحوال كل من الأخت الشقيقة وأحوال ميرات الأخت للآب كما سنتعرف في هذا الدرس عن الحجم الذي يلحق كل من الأخت للشقيقة والأخت لله على بركة الله الدليل نبدأ بالغنصر الأول دليل ميرات الأخت الشقيقة دليل ميرات الأخت الشقيقة من القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريتها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا إثنتين فلهم التلتان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فلذكر من تحظه أمتين هذا الدليل الذي جاء في سورة النساء هو دليل يشمل الأخت سواء الأخت الشقيقة أو الأخت للآب أما عن نوع ميرات الأخت الشقيقة فإنها لا تريت لا بالفرض فقط ولا بالتعصيد فقط وإنما تريت بالفرض وبالتعصيد ولا تجمع بينهما أي أنها أحيانا تريت بالفرض وأحيانا تريت بالتعصيد والفرض المقصود به كما سنرى في الحالات الميرات هو النصف والتونتان والتعصيد هو الذي ستريته كما سنرى في الحالات مع سواء الأخ الشقيق أو البنت أو البنت أو مع الجد عند المقاسمة التي تكون أفضلها العنصر الأهم في الدرس هو الحالات وشرطها حالات ميرات الأخت الشقيقة كما هو مبين على الصبورة حالات ميرات هي ثلاث حالات في المجموع منهم من يعد حالات الأخت الشقيقة خمسة ولكن في المجموع هي ثلاثة لأن الحالات الثلاثة يمكن أن تجمع في التعصيد كما هو مبين أماما الحالة الأولى الحالة الأولى للأخت الشقيقة وهي الحالة التي تريت فيها النصف المصف المصف شرطة وجودها فردة عن إخوتها وأخواتها أي أن تكون مع ورطة يريتون سواء بالتعصيد أو بالفرض ولكن دون وجود الإخوة الأشقاء ولا الأخوات الشقيقة المثال ذلك هذا المثال الذي يُبين أماننا ماتت امرأة وتركت زوجة وأختا شقيقة وعما شقيقا فالزوج له هنا في هذه المسألة النصف والأخت الشقيقة لها النصف كذلك وهذا هو أن الأخت الشقيقة تريت النصف في الإنفراض أي هي مفاردة وعدم وجود الأخت الشقيق وعدم وجود الأخت الشقيق أصل بسألة من إثنان لتماثل النصف أين؟ النصف للزوج سامن واحد والنصف للأخت الشقيقة سامن واحد ولا يبقى للعم الشقيقي شيء لأنه يريت بالتعصيب والتعصيب كما هو معلوم إما أن يريت كل المال وإما أن يريت ما بقي عن أصحاب الفرائد وإما أن لا يريت شيئا كما هو مبين هذا وهذا يسمى في فرائد الفرد المستغرق هذه الحالة الأولى للأخت الشقيقة الحالة الثانية التي نجدها عند الأخت الشقيقة هي الثلثان والثلثان شرطها وجودها متعددة ما هو مبين هنا التعدد والتعدد هو إثنان فما فوق فإذا وجدت أختان شقيقتان فما فوق فلها الثلثان شرط وجودها مع الأخوات وعدم وجود الأخ الشقيق لأن وجود الأخ الشقيق ينقلها إلى التعصيب كما فرى مثال هذه الحالة الثلثان وهي التي نجدها في هذه المسألة وهي المسألة التي نرى فيها الزوجة وأختان شقيقتان وإبل عم شقيق فللزوج النسع لعدم وجود فرع وللأختان الشقيقتان الثلثان لتعددهما وهذا هو محل الاشتشاد وإبل العم الشقيقي هنا تخذوا التعصيب أي ما بقية أصول مسألة من ستان تباين الثلثان مع النسع يأخذ الزوج ثلاثة أسعب وتأخذ الأختان الشقيقتان ثمانية أسعب سهمان لكل أخت ولا يبقى لإبن العم الشقيقي شيء وهذا كذلك كما في الحالة الأولى والفرض المستغرق وإذا حصلنا الأسعب نجدها أكثر من أصل فريدة وهذه المسألة هي مسألة العون ولا دخلنا فيها في هذه السنة الأولى وإنما تضغط في السنة ثانية باكالوريا من الفرق ننتقل بعدها إلى الحالة الثالثة وهي حالة التعصيب هذه الحالة التعصيب كما هي مبينة أمامنا هناك تنقسم إلى ثلاثة أنواع إما تعصيباً مع الأخ الشقيق وإما تعصيباً مع البنت أو بنت الإب وإما تعصيباً مع الجدي عندما تكون المقاسمة أفضل له إذا نرى في النوع الأول التعصيب مع الأخ الشقيق عندما نجد في المسألة أخاً شقيقاً مع أخت شقيقة ينقلها الأخ الشقيق إلى التعصيب كما هو مبين في المثال التالي هذا مات رجل وترك زوجتان وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة فالزوجة تأخذ الربع لعدم يوجد الفرع والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم التعصيب السمسلة من أربعة سموا واحد للزوجة وتبقى ثلاثة أسهم يقتسمها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة على أساس قاعدة التفاضل وهي القوية للذكار American من تحدي القنتيين سماني للأخ الشقيق وسيم واحد للأخ الشقيقة هذا هو النوع الأول من التعصيب النوع الثاني من التعصيب أخاً تعصيب تعصيب مع البنت أو بنت الإبن فعند وجود الأخت الشقيقة天 مع البنت تنقلها البنت إلى التعصيب وكذلك عند وجود الأخت الشقيقة مـبنتhar تنقلها إلى التعصيب كما هو مبين في المثال أمامنا مات رجل ومترك أمان وبنتان وأختا شقيقا الأم لها السدوس لوجود فرع الوالد وهي البنت البنت لها النصف لانفراضها والأخت الشقيقة عاصمة لوجودها مع البنت أصبح مسألة من ستة لتداخل السدوس مع النصفين سهم واحد للأم وثلاثة أسهم وهو النصف للبنت وتبقى سهمان تأخذها الأخت الشقيقة تعصيبا هذا النوع الثاني من التعصيب النوع الثاني من التعصيب هو تعصيب مع الجد عندما تكون مقاسمة أفضل له والمقاسمة تكون أفضل الجد عندما يكون عدد الإخوة أقل من دعفه كما هو معلوم في حالات الجد هذا هو مثال الأخت الشقيقة من الجد فالجد في هذه الحالة يختار المقاسمة وهي التعصيب لأن المقاسمة أفضل له فيكون أصول مسألة من ثلاثة يأخذ الجد سهمان وتأخذ الأخت الشقيقة سهم واحد على أساس التفاضل أي أن الجد يحل في هذه المسألة وكأنه واحد من الإخوة أي أخوها ويختصم معها بالتفاضل هذه الحالة الثالثة وهي التعصيب إذن الحالات التي تريتها الأخت الشقيقة وهي ثلاثة إما النسف شرطة وجودها مفردة عن إخوتها أو أخوتها التالثان شرطة وجودها متعددة وعلى وجود الأخ الشقيق الحالة الثالثة التعصيب وهي ثلاثة أنواع إما مع الأخ الشقيق وإما مع البنت أو بنت الإبن وإما مع الجد عندما تكون مقاسمة أفضل له نتقل إلى الحجب تحجب الأخت الشقيقة بجهات أربعة إما بالآب وإما بالإبن وإنسافون وإما بالفرض المستغرق لكن الفرض المستغرق له شرط وشرط تعدد البنات وعدم وجود الآخ الشقيق المثال حجب الآب للأخت الشقيقة كما هو مبين في المثال أمامنا ماتت مراد وطركت زوجاً وآباً وأختان شقيقةً فالزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع الآب التعصيب لعدم وجود فرع والأخت الشقيقة تحجب هنا لوجود الآب الذي يحجبها أصر سألتي من إثنان للزوج سهم واحد وللأخت الشقيقة وللآب سهم واحد تعصيباً ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها حجبت ومنعت من الإرث بسبب وجود الآب المثال الثاني ومثال وجود الإبن مع الأخت الشقيقة مات رجل ترك زوجتان وإبنان وأختان شقيقة الزوجة لها التمور لوجودها مع الإبن والإبن عاصي والأخت الشقيقة مونعت من الإرث هنا الحجب أصر مسألة الثمانية سهم واحد للزوجة وتبقى سبعة أسمم يأخذها الإبن تعصيباً ولا شيء للأخت الشقيقة الحالة الثانية المسألة الثالثة وهي مسألة إبن الإبن التي نجد فيها المثال الثاني أمان وإبنة وإبنة إبنين وأخت الشقيقة الأم لها السدوس لوجود إبن الإبن إبن إبن التعصيب ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها حجبت لإبن الإبن أصر مسألة من ستة سهم واحد للأم وتبقى سهم خمسة أسمم يأخذها إبن الإبن تعصيباً ولا شيء للأخت الشقيقة من الحجب يبقى المثال الأخير للفرض المستغرقي وهو الفرض الذي تستغرق فيه الورطة كل الأسهم ولا يبقى شيء للأخت الشقيقة مثالها كالتالي وجود الزوج والبنتان والأم والأخت الشقيقة الزوج لها الرضوع لوجود الفروق البنتان الثلتان لتعددهما الأم السدوس والأخت الشقيقة عاصمة لا يحجبها أحد لكنها تحل هنا لا يبقى لها شيء لا يبقى لها شيء لا يبقى لها استغرق أصحاب الفروق لأصل المسألة أصل المسألة من 12 الزوج 3 أشهم البنتان 8 أشهم يقتسمانها بتساوي 4 أشهم لكل بنتين الأم سهمان ولا يبقى للأخت الشقيقة في هذه الحالة شيء وهذا هو الفرد المستغرب بعدها ننتقل للكلام عن الأخت للأب الأخت للأب كما سنرى الأخت للأب تريده تقريبا تقريبا نفس حالة الأخت الشقيقة نفس الدليل الذي نجده عند الأخت الشقيقة نجده عند الأخت الآب من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم قضى عن الأسوات قال قضى فينا محاد جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للإبنات والنصف للأختي وهذا دليل تليل ميرات الأختي للأبي وكذلك دليل للأختي الشقيقة من السنة وكذلك الحديث الذي جاء عن هزيل قال قال عبد الله لأقضينا فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدوس وما بقي للأختي وهذا كذلك دليل نزيله في صحيح البخار للأختي للأب أما عن النوع النوع نوع ميرات الأخت للأب هو نفس نوع الأخت الشقيقة تاريت بالفرض والتعصيب ولا تشبع بينهما أي تاريت أحيانا بالفرض وأحيانا تاريت بالسنة الحالات لها نفس حالات الأخت الشقيقة وتزيد عليها هذه الحالات التي نزيدها أمامنا وهي ثلاث حالات الحالة الأولى النصف شرط وجودها شرط وجودها مفردة عن إخواتها أو خواتها نفسها فالمثال التالي مثلا إذا حذفنا من المسألة أخت الشقيقة ووضعنا محلها الأخت للأب فتاريته نفس الميرات التي الذي كانت تاريته الأخت الشقيقة تاريته النصف لماذا؟ لموجودها مفردة وعدم وجود أخواتها وهم أخوات للأب وإخوتها وهم إخوة للأب الحالة التالية الثلاثة شرط وجودها متعددة مع أخواتها وعدم وجود الآخر للأب لأن الآخر للأب ينقلها إلى التعصيد والمثال الذي وضعناه للأخت الشقيقة هو نفسه المخت للأب فإذا وجد أختان للأب مع الزوج وابن عام الشقيق فالأختان تلت تلت لتعدد ما وسهمان لكل واحد منهما الحالة الثالثة هي التعصيد التعصيد مع الأخ للأبي وهي الحالة التي وضعناها نفس الحالة كما سنرى فنكرر فقط ولكن في التكرار فائدة الأخ للأب مع الأخ للأب يريد التعصيد للذكر من تحضل الابتين مع البنت أو بنت الابن كذلك إذا وجدت الأخت للأب مع البنت فإن البنت تنقلها إلى التعصيد كما هو مبين في البتال الثاني مع الجد أو المقاسمة عندما تكون مقاسمة أفضل له كذلك إذا وجدت الأخت للأب كما في البتال نستبدل الأخت للأب بالأخت الشقيقة وتبقى الأمثلة هي نفسها الجد مع الأخت الشقيقة يختار جد المقاسمة وتكون أسمس المثال تأخذ جد سهماني والأخت للأب سهم واحد على أساس التفاضلي لدكاريم حضي الأوتين وتزيد عليه الأخت الشقيقة تزيد الأخت للأب عن الأخت الشقيقة أنها تريت السلوسة تكملة للثلثين إلى جد مع الأخت الشقيقة هذه الأمثلة للحاج نستغني عنها لأنها نفسها الحالة الثالثة الحالة الرابعة هي تريت السلوس السلوس وشرط السلوس شرط وجودها مع الأخت الشقيقة وهذا ما يسمى فيه الفرائدي بالسلوس تكملة للثلثان ومثالها كوجود الأخت الشقيقة مع زوج أخت شقيقة مع أخت لأب الأخت الشقيقة في هذه الحالة تريت النس الزوج له النس السلوس أحسن بالمثال البوم تريت السلوس لتعدد الأخت الشقيقة النس الأخرى هي ما فضل عن الأخت الشقيقة مع الجد ما فضل خامسان الحالة الخامسة ما فضل عن الأخت الشقيقة مع الجد وهي المعادة فإذا وجد مثلا وجد الجد مع أخت شقيقة وأخت لأب فالجد يختار في هذه الحالة المقاسمة وهي التعصير فيأخذ تكون سهمان وسهم واحد وسهم واحد هي أربعة أسهم إثنان واحد وحفظ طالب الأخت الشقيقة بنصفها بنصفها وهو سهماني ولا يبقى أسهم للأخت الشقيقة في هذه الحالة أو الفرض المستغرقون هذه الحالات التي نجدها لأما عن الحجب أي أسألات الأخيرة الحجب الحجب فإن الحجب فإن الورث الذين يحجبون الأخت الشقيقة فإن فإن هم يحجبون كذلك الأخت للآب فندقر منهم الآب يحجب الأخت للآب والفرض المستغرق كذلك يحجب الأخت للآب يزيد على ذلك ثلاثة جهات وهو تحجب تحجب بما يحجب به الأخت الشقيقة أخت الشقيقة وهما أربعة ورطة كما قلنا الآب والإيب وإيب وفرض مستغر زائد زائد تحجب بالأخ الشقيق بالأخ الشقيق ومثال ذلك وجود وجود الأخ الشقيق والأخت للآب مع الأم أخ الشقيق مع أخت لآب لهذه الحالة تحجب الأخت السدوس لتعدد وأخ الشقيق التعصير وأخت للآب الحجب أصول سألة من ستة سام واحد للأم تبقى خمسة أشعر من أخ والأخ الشقيق ولا شيئ للأخت للآب هذه هي الحالة التي تزيد فيها الأخت للآب في الحجب عن الأخت الشقيقة الحالة الثانية كذلك هي التي نجدها بالأخت الشقيقة العاصمة رائد الأخت رائد الأخت الشقيقة العاصمة العاصمة وعندما عندما توجد مع البنت بنت أخت شقيقة أخت للآب للآب هذه الحالة الثانية التي تزيد الأخت الشقيقة مع الأخت والحالة الثالثة من الحجب التي تزيد فيها الأخت الشقيقة وأخت وأخت شقيقتان وأخت لآب وعم شقيق عم شقيق في هذه الحالة فإن الأخت الشقيقة الأم تلث في هذه الحالة السودوس الأخت الشقيقة الأختان الشقيقتان التلتاني الأخت للآب الحجب والعام الشقيق هو طافي الثالثة من ستة سهم واحد للأم وأربعة أسهم لأختان الشقيقتان سهمان لكل واحد ويمقسم واحد أن يأخذ العم الشقيق ولا شيء للآب لأنها حجبت بتعدد الأختان الشقيقتان وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم هو أحوال ميلاد الأخت الشقيقة والأخت الأب وخلاصة الدرس وخاتمتها هو أن الأخت الشقيقة تلت ثلاث حالات الحالة الأولى النصف لوجودها مفردة تلت التلتاني لوجودها متعددة وتلت التعصيب عند وجودها مع الأخ الشقيق أو مع البنت أو بنت الإبن أو مع الجدي في حالة كانت المقاسمة أفضل له أما بالنسبة للحاج فإن الأخت الشقيقة تحجب بالإبن وبالآب وابن الإبن وبالفرض المستغرق وبالنسبة للأخت الشقيقة فإنها تشبه حالات ميرات الأخت الشقيقة إلا أنها تزيد عليها فبالنسبة للحالات فإنها نفس حالات الأخت الشقيقة النصف عند الانفراد التلتاني عند التعدد التعصيب سواء مع الأخ للأب أو مع البنت أو بنت الإبن أو مع الجد في المقاسمة وتزيد عليها حالات كما هو مبين أمامنا تزيد عليها الحالة الرابعة وهي السدوس شرط وجودها مع الأخت الشقيقة ومثالها كما هو مبين في الصبر الحالة الخامسة ما فضل عن أخت الشقيقة مع الجد ومثالها كذلك أمامنا أما بالنسبة للحاج فإنها تحجب بالأخت الشقيقة أي تحجب بالأبي وتحجب بالابن وابن الإبن وفرد المستغرق وتزيد عليه بأن الأخت الشقيقة يحجبها إذا وجد معها والأخت الشقيقة العاصبة تحجبها لأن الأخت الشقيقة العاصبة تحل محل الأخ الشقيق فتعصب ما يعصبه وأخيرا تحجب بمتعدد من الأخوات لأن متعدد الأخوات يأخذ الثلاثين ولا يبقى للمفتشقيقة شيء في الميراد وبهذا لكل قد انتهينا من الدرس ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته